السلام عليكم وتيابينا الكرام اليوم سنقدم لكم طريقة جديدة لزراعة البصل الأخضر ودي الطريقة تعتبر من الطرق السهلة والبسيطة واللسلية لمويل كثير من المزارعين إذن مشاهدنا الكرام أولا نود أن أذكركم بقول صلى الله عليه وسلم ما من مسلم زرع زرعا أو غرس غرسا يأكل منه طيرا أو إنسانا أو بهيمشا إلا وله فيه أجرا كبير إذن أخي المشاهد إذا أردت الحصول على نتيجة مضمونة وناجحة 100% فيما لك سوى اتباع جميل الخطوات التي سنقوم بها في هذا الفيديو خطوة بخطوة وإذا شاهدت هذا الفيديو حتى الآن لا تنسى لايك ومتابعة فقط لنستمر في تقديم المزيد من الزراعات الجديدة والمختلفة وأيضا لا تنسوا أن تزورونا على قناتنا على اليوتيوب تعليم الزراعة Farming Education فسوف نترك لكم الرابط في أول جعله فبالنسبة للخطوات فهي خطوات سهلة وبسيطة جدا يمكن لأي شخص أن يقوم بزراعاتها بنفس الطريقة فأول خطوة هي أخذ البصل الأخضر ثم تقوم بقصته من الآلة ومن الجدو وكما تشاهدون في فيديوهاتنا السابقة نحن دائما نمل لكم طرق زراعية سهلة وبسيطة حتى يتمكن كل مزارع من مشاهدتها ومن زرعتها بنفس الطريقة ودائما الزراعات التي نقوم بها لا تكلف منك جهد كبير ولا درهم واحد وغدا وفي نفس الوقت سنقوم بإنزال فيديو جديد وزراع جديد تكون في الموعي إذن مشاهدنا كرام إذا كانت لديكم أي تساؤلات في مجال الزراع أو زراعة البصل ونود أن يصل هذا المقطع إلى خمسون ألف لايك فقط لدعمنا لنستمر في تقديم المزيد من الفيديوهات الرائعة والجميلة أما الآن سنمر إلى الخطوة الموالية وهي وضع طبقة رقيقة من التربة بهذا الشكل التي تشاهدون أمامكم في الصورة والآن قد اقتربنا على نهاية الفيديو إذا شاهدتم هذا الفيديو واستفدتم منه ولو بالقليل واجبكم فلا تنسوا مشاركته مع أصدقائكم وأحبائكم حتى يصل إلى عدد كبير من المشاهدين والآن وكما تشاهدون في الصورة قد انتقلنا إلى الخطوة الأخيرة وهي عملية الري ويجب الري بهذه الطريقة التي تشاهدون أمامكم في الفيديو إذن مشاهدنا كرام كان معكم الأستاذ عبد المولى العماري من قناة تعليم الزراعة لنلشقي في زراء أخرى إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر